السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل بسمعني معكم السلام عليكم اشتركوا في الجرس تعبير هنا عن صناعة النحاس تعبير صفحة 133 سنة 4 متوسط ظرت مدينة قصناطينة وتحديدا المدينة العطيقة فيها فعجبني بناؤها واكثر ما عجبني فيها حي النحاسين تحف من الناس معروضة في دكاكين ضيقة غصة ضقطة نحاسية ابدعت فيها انامل فنانين مبدعين وكانت المعروضات في الشوارع الضيقة اكثر اكثر تقربت من احد النحاسين وكان من اكثر الناس سنا وسألته عن حرفتي فاخبري انه بدأ ممارسة التفنن على النحاس منذ نعومة اظافره ولو فيها اكثر من سبعين سنة ولا يزال يحمل مطرقة صغيرة وازميلا لدق به على سنيه النحاس على سنية النحاس بدقات كأنها انغام موسيقية ثم اطلعني على تحفة تحفة التي انجزها سنيات من مختلف سنيات من مختلف الاحجام والاشكال سنيات من مختلف الاحجام والاشكال عليها نقوش بديعة يعود بعضها الى عصور مضط فبعضها ارث عن ابئيه واجداده الذين توارث عنهم هذه الحرفة وبعضها مقتنيات اعجب بها اقتناها من مختلف الاماكن والبلدان وكان بينها قوانيس بالغة الروعة وبريق للشاي والقهوة لا تقل عنها ابداعا وجمالا وتحقس النقوش على اختلافها وتنويها الطابع العربي والاسلامي للمنطقة وبعضها تحوي رموزا وكتابات وحتى ايات قرآنية وحتى ايات قرآنية كما تحكت هذه النقوش عادات المنطقة فصبحان من جعل هذه الانامل تبدع في صنع التحف التي يحرص اصحابها على توريثها للاجيال اللحقة تعد다 للشعر تعدا تعدا شكرا شكرا شكرا